الإنسان اللي صحبته لأهل الرأي وأهل الحكمة والناس الأكبر منه في السن سيدنا علي بيقول من شاور الرجال شاركها في عقولها ولذلك كان سيدنا علي برضو معروف بالحكمة آه طبعا ده كان من كبار الحكماء نعم وسيدنا أبو بكر كلفاء الأربعة كذلك من قامات الحكمة في الأمة نعم فسيدنا علي رضي الله عنه عليه السلام كان يقول من شاور الرجال شاركها في عقولها يعني شوفي حضرتك أنا ممكن يكون سني مثلا عشرين سنة لكن أنا بسمع كلام الكبار وباخد خبرتهم وما بفتحش سيدري كده وأقول لا أنا عايز أكون خبرتي بنفسي من حقك تكون خبرتك بنفسك بس وإنت بتكون خبرتك بنفسك شوفي الناس اللي مشوا في الطرق دي قبل كده واخد خبرتهم خليها عندك بدل ما نخترع العجلة من جديد شاء لما فيه أخطاء متكررة في حياة الناس ما تقيدش أنت نفس الأخطاء بنفس السيناريوهات تبقى أنت عارف إيه اللي بيحصل اللي يمشي في الطريق ده سواء كان خير أو كان شر فتقدر تضم خبرتهم لحياتك فتبصت لقي أنت عمرك في البطاقة عشرين سنة لكن عمرك الحقيقي أربعين ستين ثمانين لأن أنت لما شاورت اللي أكبر منك واللي أخبر منك شاركتهم في عقولهم وخدت منهم خبرتهم فانضم عمر الأعمارك نعم فده كذلك معنى مهم لابد أن نحن نلتفع إيه ما أقول أبن نرددها ولا مسأل شعبي ولا إيه ما أعرفش حضرتك قولي موافق ولا لأ خذ الحكمة من أفواه المجانين لا أنا موافق وعلى فكرة وهقول لحضرتك موافق ليه قولي بس قبل ما أقولك أنا موافق ليه أنا عايز أقول لحضرتك أن الأمثال الشعبية بتاعتنا دي هي خلاصة حكمة وتجارب شعب في أجيال متعاقبة فما تستهينيش بها أبدا خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين دي لو حبينا نعبر عنها بشكل آخر فنقول المؤمن الحكمة وضالة المؤمن يعني أنا ما يهمنيش مين اللي قالي العبارة الحكيمة مين اللي داني الرأي الصائب مسلم غير مسلم إنسان غير إنسان المهم الحكمة فربنا يجري الحكمة على اللسان أو يعني الرأي الصائب على اللسان من ليس أهلا له أنا ما ليش دعوة بتقييم العقل أنا ليه أدعوة بالكلمة نفسها ولذلك لما نشوف مثلا ابن آدم الأول لما قتل أخاه واحتر يعمل إيه في الجثمان حضرتك ما بتقولش لقبيل وهبيل قبيل وهبيل ما يجريش فيه ناس بتقول إن هما ما اسموهمش قبيل وهبيل لا لا قبيل وهبيل ما بس عشان هقول قبيل وهبيل وهقول ابني آدم برد طبع فابن آدم الأول ده لما قتل أخاه وبعدين لقى نفسه في ورطة أحمل إيه الجثة دي هعمل فيها إيه ما كانش لسه حصل سنة التدافن دي الناس لسه نزل على الأرض جديد ما عندهمش خبرات سابقة ما يعرفش فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه يبقى تعلم منين خد الحكمة من الغراب خد الحكمة من الغراب يتعلم وبعدين سنة التدافن بقت في الإنسان من ساعة ما الغراب علم ابن آدم هذا موضوع الدفن فلذلك أنا بقول دايما الإنسان الحكيم يبقى فاتح ودان قلبه مش ودان رأسه ودان قلبه على الكون يتعلم الحكمة من أي حد وأي مخلوق وأي عبارة يجدها في حياته وأي موقف يجده في حياته ويستطيع أنه يتعلم منه خلق رفيعي يتعلم منه شيء حكيم ما يجعلش تقييمه اللي بيقولها حجاب بينه وبينينه يتلقى هذه الحكمة ويوظفها حتى لو كانت الحكمة دي كلمة أو جملة في فيلم أجنبي مثلا في التلفزيون حتى لو كانت على اللسان مجنون مش مشكلة ده رزق ربنا سيقاه إليك فافتح قلبك علشان يتلقى هذا الرزق ويوظفه ويستثمره ما تخليش البشرية حجاب ما تخليش تقييمك للغير حجاب نرجع